أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا اسم هامو تم رصدها للمرة الأولى في كولومبيا في شهر يناير الماضي وقالت المنظمة إن النسخة المتحورة تم تصنيفها في الوقت الراهن متحورة تجب مراقبتها وأوضحت أن لدى هذه المتحورة طفارات يمكن أن تنطوي على خطر هروب مناعي الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أفضل وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من أن الانتشار العالمي للمتحورة مو بين الحالات المتسلسلة قد انخفض ويقل حاليا عن 0.1% إلا أن انتشارها في كولومبيا بلغ 39% وهو يزيد بالطراد